نحكي هلأ عن المواسعات على التوالي أو على التوازي سبق وشفنا كيف أنه بالمقاومات إذا كانت في عندي مجموعة من المقاومات على التوالي أو مجموعة من المقاومات موصولة على التوازي بإمكاني أني أستبدلها بمقاومة واحدة مكافئة لمجموعة المقاومات هل في طريقة أنه نتعامل مع المواسعات بنفس الطريقة بمعنى أنه هل ممكن ندمج مواسعات موصولة على التوالي بمواسع مكافئ ونفس الشي بالنسبة للمواسعات الموصولة على التوازي في هذا الجزء راح نحاول مع بعض نشترق كافية التعامل مع مواسعات الموصولة على التوازي ونشوف شو المعادلة لهاي المجموعات أو كيف نقدر نطلع المواسع المكافئة فمنبلش بالمواسعات اللي على التوالي لاحظ انه في عندي مواسعين C1 و C2 و لافترض انه في عندي هون مصدر للجهد واصل ما بين الطرفين هدول قيمة الجهد هذا فيه و بدأ افترض كما انه بمر تيار قيمة i و بدأ افترض كما انه نفس الجهد واصل على المواسع هذا المكافئ و نفس التيار بمر هنا بقيمة i قيمة الجهد بنسبة للمواسع بدلالة التيار ممكن اني اكتبها كتة ممكن قول بتسوي واحد على C1 فيه التكامل للتيار اللي بمر في المواسع بشكل مشابه ممكن نقول انه V2 بتسوي واحد على C2 فيه تكامل التيار اللي بمر في المواسع و بعدين من خلال معادرة KVL ممكن نقول لك انه V رح تسوي V1 زائد V2 وبالتالي واحد على C1 فيه تكامل التيار DT زائد واحد على C2 فيه تكامل التيار DT لاحظ انه بما انه المواسعات موصولة على التوالي هذا بيعني انه التيار هو نفسه اللي بمر في المواسعين وبالتالي نقدر نقول انه واحد على C1 زائد واحد على C2 فيه قيمة التيار او تكامل التيار DT بهذا الشكل اخدته كعمل مشترك بما انه هو نفس القيمة بالمقابل على الجهة الثانية الدار اللي فيها المواسع المكافئ رح اقول انه الجهد عليه رح يساوي واحد على C اكوفلنت فيه تكامل التيار DT اذا بدي اقول انه هدول الدارتين متكافئتين هذا بيعني انه الجهد رح يكون نفسه والتيار رح يكون نفسه فبقدرني اساوي ما بين الجهد اللي على الدارة هاي مع الجهد اللي على الدارة المكافئة ومن معادلة التيار اللي هي هاي المعادلة بقدر اقول انه واحد على C1 زائد واحد على C2 كله هاد مضروب فيه تكامل IDT رح يساوي واحد على C اكوفلنت مضروب فيه IDT اوكي معناته هاي معادلة الجهد رح تساوي معادلة الجهد لازم يكونوا متساويين اذا اعتبرنا انه الدارتين متكافئات نفس الاشي كمان بقدرني انه التيار هون هو نفس التيار اللي هون بما انه الدارتين متكافئات فبقدرني الغي قيمة الطيام من الطرفين بظل عندي انه واحد على C اكوفلنت بسبب واحد على C واحد زائد واحد على C2 اذا C اكوفلنت رح يكون واحد على C واحد زائد واحد على C2 كله مرفوع للأس سالب واحد وهي بتكون معادلة المواسع المكافئ لمواسعين موصولين على التوالي المواسع المكافئ لمجموعة مواسعات على التوالي بامكاني اني اعمم القاعدة هاي لها اكتر من مواسعين فلو افترضت ان في عندي مجموعة من المواسعات بهذا الشكل كلها موصولة على التوالي رح اسميها رح اسميها C واحد C2 لحديث C N و بدي استبدالها بمواسع واحد مكافئ لالهم رح تكون قيمته واحد على C واحد واحد على C2 لحديث واحد على C N باخد مقليب المواسعات و المجموع هذا برفعه للأس سالب واحد هيك بكون حصلت انا معادلة المواسعات المكافئة لأي عدد من المواسعات نكمل بمواسعات على التوازي برضو عندي مجموعة من المواسعات عندي هنا ثلاثة و بعدين رح نعمل من الموضوع الاكتر من ثلاثة و في عندي ضارة مكافئة فيها مواسع واحد قيمته C اكوفلنت و بدأ شوف كيف بقدر نحسب قيمة C اكوفلنت بدلالة المواسعات C واحد و C ثلاثة نرجع لمعادلة او العلاقة بين الجهد والتيار بالنسبة للمواسع بعرف انه I1 ستكون C1 في DV by DT و بشكل مشابه بقدرون I2 هي C2 في DV by DT و I3 ستكون C3 DV by DT من خلال قانون KCL بقدر قانون له I هو مجموعة التيارات I1 و I2 و I3 مفترض انه في عندي التيار ماشي بهذا الشكل رح يتوزع على المواسعات الثلاثة و رح يكون قيمة التيار هذا بدلالة الجهد بتساوي C1 DV by DT زائد C2 DV by DT زائد C3 DV by DT طبعا بما انه المواسعات كلها موصولة على التوازي هذا بيعني انه الجهد متساوي عليهم كلهم فبقدر اني استخرج DV by DT كعمل مشترك و اطلب برية المعادلة بصير زي هيك بصفي قيمة التيار هو مجموعة المواسعات C1 زائد C2 زائد C3 مضروف في مشتقة الجهد DV by DT معناته هذا بالنسبة له الدارة اللي على اليسار الدارة اللي على اليمين اللي هي دارة المكافئة نفس الشيء بقدر اشتغل عليها و اقول انه قيمة التيار اللي بمر في المواسع المكافئ راح تكون C equivalent في مشتقة الجهد DV by DT اذا اعتبرت انه هذور الدارتين متكافئات هاي الدارة مكافئة لهاي الدارة معناته هاي بكون معناها انه الجهد لازم يكون متساوي V of T لازم يكون متساوي مع V of T لهون و قيمة التيار I of T لازم تكون متساوي لقيمة التيار I of T في الدارة اللي على اليسار اذا بدي اكافئ معناته هذور الدارتين بدي اكافئ كمان المعادلات تاعتهم فرح اقول انه C equivalent في DV by DT اللي هو قيمة التيار للدارة اللي على اليمين لازم يساوي C1 زائد C2 زائد C3 مضروب في DV by DT اللي هي قيمة التيار للدارة اللي على اليسار بما انه الدارات متكافئة معناته برضو DV by DT بيساوي DV by DT اللي هون و بنستنتج من هذا الحكي انه المواسع المكافئ رح يكون مجموع المواسعات C1 زائد C2 زائد C3 هذا لما يكون في عندي ثلاث مواسعات بمكاني اني اعمم النتيجة هاي لعدد اكبر من المواسعات رح افترض انه في عندي مجموعة من المواسعات عددها N كلها موصولة على التوازي هاي C1 C2 و Cn و اذا بدي احسب قيمة المواسع المكافئ لهم بين هذول الطرفين رح يكون C كوفلانت هو مجموع المواسعات C1 زائد C2 زائد لحدد Cn وهذا القانون العام اللي بقدر استخدمه لأي مجموعة من المواسعات الموصولة على التوازي شكرا